موسيقى قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس ان القيادة الفلسطينية قررت وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع اسرائيل وشكلت لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرار المجلس المركزي الفلسطيني وعلى ضوء ما جرى في اجتماع القيادة اليوم من مداولات وأمام إصرار سلطة الاحتلال على التنكر لجميع الاتفاقات الموقعة وما يترتب عليها من الاتزامات نعلن عن قرار القيادة وقف العمل بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي والبدء بوضع آليات من بكرة تشكيل لجنة لتنفيذ ذلك عملا بقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وأكد أبو مازن أن اليد الفلسطينية التي تمتد للسلام دائما لن تقبل بالتساوق مع صفقة القرن مشددا على أن فلسطين والقدس ليستال البيع والمقايضة إن أيدينا كانت ولا زالت ممدودة للسلام لأننا نؤمن بالسلام الشامل والعادل والدائم ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال أننا نقبل باستمرار الوضع القائم أو الاستسلام للسياسات والإجراءات الاحتلالية وأجدد التأكيد أننا لن نستسلم ولن نتعاش مع الاحتلال ولن نتساوق مع صفقة القرن أو صفعة القرن أو صفقة العار كلها مسميات لإسم واحد ففلسطين والقدس ليست للبيع والمقايضة وليست صفقة عقارات في شركة عقارات ودعا الرئيس الفلسطيني إلى تطبيق اتفاق القاهرة الموقع عام 2017 الذي ترآه جمهورية مصر العربية مؤكدا على جدية وضرورة تطبيق المصالحة الفلسطينية وإن كل ما تقوم به دور